بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم الزور في الاوان هابا يبقى البين تمنا انشاء الله تكونوا قاعد بخير تكونوا بصحة تكونوا بعافية وشاركوا انشاء الله تكونوا كامل بخير انشاء الله تكونوا رياحتو شوية مع هاد الايام ونبدأوا لعا فيديو تال يوم بعد غياب شوية طول تال المرة ولكن كما قلت لكم كل واحد يضع روفو وكي نقدر نحط لكم فيديو فيه طاقة إيجابية فيه الموفيد فيه البانبلون فيه اشتركوا في القناة 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 ملاحظة امور كم تحطو لبياء المسلمين لانها هي كيتغلير حتتلق الماء كحل الناس اللي يديروها في المرقه هم غالطين المرقه هتجيهم كحله نغلوها شوية في الماء 1-5 دقائق من بعد نصفوها و نرمو عليها الماء بارد نغسلوها بالماء يغلي يغلي لازم يكون يغلي نصفوها و نحطوها في المرقه نتطلق بنا هي الخضراء اللي انا نديرها في الطعام اكو تعرفوا الدرلي فيها نديرو حبيبة بطاطا نديرو قرعا نديرو زرودية نديرو اللفت و نديرو غصن الشباب بتاع الكرافص الزاف اللي احين يستغربو اللي ما يعرفوني شو ما يعفوش طيابي يقول كيفاش هذا الكرافص في المرقه يتلق بنا عظيمة و العظيمة للله سبحانه عز وجل بنا هيلة كبيرة فلاسوس تاع الكوسكوس سيوها البنات سيوها كي يكون عندكم معود كرافص ارموه في المرقه تاع طعام اردو للخبر يتلق بنا هيلة و ليت لا نصورش الكوسكوس تاعيب لها هذيك الوصن تاع الكرافص نحط بعد ما حطيت اللوبيا مسلمين كما قلت لكم بعد ما غليتها و صفيتها بالماء يغلي حطيت عليها من بعدها الحم هنا طاب لي نص طياب نحط هذيك اللفت نحط زرودية نحطوا البطاطا القرعة برق نخليها هي في الآخر هكو تعرفوا البطاطا هي عفوا الكورجات هاي ليك هي يعني طيب تم تم فيها شروح نخليها حتى نوين تدخل الطياب للخضرات عنا ما نديروش اللوبيا خضراء كي تكون اللوبيا مسلمين اللوبيا ملايون نديرو برق واحدة منهم يا اللوبيا مسلمين يا اللوبيا خضراء اللوبيا ملايون نديرو الحموس لبواشيش هاي ليك وبينسوك فلفل حار يطلقنا الريحة نحنا الفلفل نقلي واح ما نديروش في المرقة نقلي واح ونقشره ونحطوه مع الكوسكوس هاي ليك بعد ما يعني هنا الخضراء راهي طابت تقريبا 80% نزيد في الاخير نرميلها لكورجات اللو هي القرعة جاء واحد الطعام وش نقولكم إن شاء الله طعام الفرح إن شاء الله عند كل واحد إن شاء الله يشوف الفيديو هادي إن شاء الله طعام الفرح إن شاء الله مناسبة سعيدة دايما في الخير إن شاء الله يا ربي جاء بنين جاء السلم مع السلم درتو بالحم خبيت من خبيت طريف تعال الحم تال عيد الكبير مع شوية تال الحم بقري وطرف تعال الجج وش نقولكم مع هذيك اللوبيا من العيون تطلق بنا هايلا هذيك اللوبيا الكرافس والخضراء لي كانت جديدة جاء الطعام بنين 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 فالا إن شاء الله ياربي جميع واحدة يحب تدير طعامو وتالفت لها وما يش عارفك فرش ديرو أبلك هاذ الباساج وشو له هاذ اللغسات التاع طعام حتعلي لك نفح أنك تديري طعام شرطوك أبخي داما إن شاء الله حيكون الجمعة الملح في ففل كحل الملح في ففل كحل الملح في ففل كحل نحن ندوز الوصفة الجزائريين في فصل الصيف تكتوكا الخطايفي قدرت لكم تكتوكا بصلا وطماطيش وين شاء الله تكتوكا عزيزة بنينا بزف رح ينشوفوا معي انا عندي هناليا تكتوكا ندرها بصلا وفلفل وطماطيش الفلفل نشويح وهنا مدى بيكم تخيروا الفلفل هذك الشباب يعني ليجي ملحم كين شويوه لازم يكون ملحم باش كين قشروه يعني ما يرحش القشرة تاوه ما ترحش مع الفلفل توجوه البصل لسوكي تاع البصل اللي دايمن نقولكم عليه نكترو شوية الزيت والبصل نخلوه يتكرم اللي بنات التوجوه نقول ونعاود البصل حتان باش نقدروه نزيده اللي انا نطيبها وحدها جامي طيبه طماطيش طرموها على هذك البصل اذا كانت كرمل وزيتو عليه طماطيش طماطيش اول حاجه تديرها رح تطلق الماتحة هذك الماء اذا شموا برك هذك البصل رح يخسر له كامل نطيبها وحدها ندلوها سنينات توم شوية زيت ونقلوها نقلوها نقشروها بياسير نجوز عليها بالموس ونقشروها المرة جاي انشاء الله نوريكم كيفاش نقشر طماطيش باش يعني نقشرتها جرقيقة انا نجوز عليها بالموس بعد نقشرها ونقطحها رقيقة مع سنينات توم شوية زيت ملح في فل الكحل ولا شوية فلعكري هذا ما كان اذا كانت ماشية مرامل ندلوها شوية فل العكري ونخلوها طيب حتى انتنشف ولا قطرة ما منحطوش المافهد الاكلات الفلفل هوليك بعد ما شويتو حطيتو في ساشير بطالة خليتو عرق ملاحم ملاحم بعد قشرتو شوفو الفلفل كيكون ملحم يعني ما متقشروه يقعد اخشين يقعد بلحمته كما نقولو احنا بقون كيكون صغير ورقيق كيتشوه يعني روح كامل في هذك القشورتاو يعني الواحد لازم يخير الفلفل اللي شره ولو انه الفلفل اللي راه يتبع براء هذ الوقت والله مملح انا ما فهمتش يعني الفلفل كي نخرج نشره ما ننقاش كامل شباب وزيد غالي يعني غالي باش نقولو الحم باش نقولو عفوا الفلفل عشرين نال في الكيلو في اوت ام بلا اوت ماشي امر طبيعي هذا وشو نقولكم الله يجعل خير الاربياتينا صحة نطلبوا صحة هذا ما كان انتم مننا ان شاء الله بلادنا تتسجم ان شاء الله ربي يسجم الحوال هذا ما كان الاربياتينا صحتنا الفلفل هاوليك بعد ما قشرتو كي تقشروه ماذا بيكم ماذا بيكم ما تحطوش كامل الماء قدامكم ما تدروش بالما حاولو تقشروه غير وحدكم بشوية بشوية كي قيسوا المارهو يخسر لو قوتا ورهو يتنحالو هذك الطعم تاع شويان تاع الفلفل دونك انا نقشرو خلوه برك يريح فساشي مليح قشرتو درت مع هذك الفلفل حار درت زوج حبيبات حار من شوية حتى هما دونك خلط فلفل حلو فلفل حار قطعتوها كرقيق هدا هو اللي حنزيدو على تشكتوكا تاعنا شوفوا اجيكم واحدة تشكتوكا ما نحكي لكم شغل بنا تشكتوكا تاع الفلفل شوي عندها طعم خاص لبصل كي ما قلت لكم تكرم المليح هاولي كان هنا رجعتو في المقلة هذك الكبيرة بش يعني حنطم فيه كلش لبصل بعد ما تكرم المليح مليح نعود نحطوه فهذا المقلة نزيد عليه هذك لاتومات اللي نشفت خلاص طابت في شوية ملح شوية تفلفل عكري اللي عندها شوية تعلق تزيد عليها مدون فلفل الحمر اللي عندها اذا كان طماطيش تاكم حمي مره وشبه مما كان لها تزيدو لها شوفوها بعد ما نشفت كامل حتى هي نضيلها شوية بزيادة تشكتوكا باش ديكم بنينا لازم تزيدوها شوية وانها بطوليها هذك الفلفل المشوي مقطع رقيق هاد تشكتوكا كي نقول لكم ديروها شوفو تدعو لي ان شاء الله بالخير انا كي تاكلوا حاجة وتفرحوا بيها ويفرحوا بيها ازواجكم وريداتكم وانتم تكونوا فخورين بروحكم والله العظيم مغير هذك هي هذك هي هاد تشكتوكا هاد تشكتوكا صدقوني رحين تديروا تشكتوكا كل يومين ثلاثة تطيبوها وتحطوها فوق الطابلة منسوش بلي تشكتوكا طبق صيفي بامتياز طبق الجزائريين طبق الزواولة والفقراء والأغنياء كي ما نقولوا احنا ملكاش ما يحبوش بالعكس الغاني هو اللي يسبق له قبل ما الانسان يزاوي عليه اكلات ربينا كامل عليها ونحبوها ونموتوا عليها نخليوا شوية هذك الفلفل يبقبق معه هذك الطماطيش و هذك البصل ومبعدها نفقسوا عليه حبيبات بيت تحبو تفقسوهم هكذاك تفقسو حبابت في التبصي وتفرغوها بالحبة ونصيجام يتكون حبيبات خاسرة ولا بش مية ميراحوا لكم شكلش ولا تحبو تضربوا انا هنا ضربت ثلاث حبيبات بيت تدربتهم ومتضربوهم شبزة بزف وتنزلوهم على هذك التشكتوكا نحرك غير شوية باش يمشي لي هذك البيض ام بيباتو نغطى عليها على النرق ليلا ونخليها تتجمر التشكتوكا تعنا شوفو كيف رجت وقف علي دامها لي دام تحها راح باين على وجهها البيض تحها كما يقولو هذك وشباح تحها كاني ما يحبوش يدروا البيض كاين ما ديروش وكاين اللي كما انا نقول شباح تشكتوكا هو البيض كاني يحب البيض مفقوصة كاني حبيبات حبيبات وكايني يدرب البيض كل واحد وطريقات تاعو هذا يرجع لفاصن كيفش تربيته يعني كيفش كريته بها تشكتوكا وانتو ما صغر كيفش لا ماما كانت طيبها لكم جو سيبوز كو هاد الاغلسات حيشوفوها حبيبي انسى رجال دوكور الله يبارك حتى رجال ما يطيبوا معانا حتى الدوكور اللي عايشين وحدهم يقدروا يديروا هاد تشكتوكا حاجة سهلة وبنينا وكي نقولو تشكتوكا نقولو لازم نرفقوها بالكسرة انا مستحيل ناكل تشكتوكا بالخبز يعني على كل حال الخبز ما راهوش يدخل للداري راني قريب ندور عام من اللي قطعت الخبز في داري والحمد الله الكسرة هي كلش نستقهو منها ناكلو بيها يعني نعمة من عند ربي نكسلو اداواتنا بيها ورحت النعمة في الدار يا محلاها اربي الله اللي حرمنا منها اللهم ديمها نعمة وحفظها من الزوال امين يا رب العالمين شوفوا الكسرة هنا كيفش جي مذهبة الكسرة كسرة غاتو ان شاء الله ما تقولو ليش أعطينا الوصفة على الكسرة لاني راني شوية الحمد لله معروفة بالكسرة معروفة بوصفة الكسرة غاتو تعمل هيسكا هنا ان شاء الله هيدا اندرت الكسرة من قبل ان شاء الله تخلي ولي تعليقاتكم هنا تكتبو لي عرائكم تحكيو لي كيفش الـ experience تاكم وين لحقت مع الكسرة الكسرة من الأطباق الأطباق ولا من معجنات اللي يحبوا يعني يحبوا كما نقولون دوموا عليها يعني قدمان خدموها قدمان ويلفوها قدمان يدنا تمشي فيها كما هي كما يعني جميع أنواع المعجنات كما المحاجب كما المسمن هادو مستحيل تخدموهم خطرة وتقولوا خلاص تعلمناهم لازم تتربوا كما نقولوا عليهم نتومة وليداتكم تربوهم عليها الكسرة قدمة تدلوها في داركم ربي يطرح لكم الباركة والماكلة تجيكم بنينا والصحة تجي في قراصنا كامل 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 كما رأنا نستحفظوا على صحتنا وكي ناكلوا حاجة ناكلوها نعطوها قيمتها كي تديري تشكتوكا بنينا الله الله لازم تعطيها كارها وكارها هو كشوية كسرة شوية نعمة شوية فطير شوية مطلع اللي يكتبر بي المهم تعطيها كارها الشي اللي يخرج معها أنا ما نشقش على يعني على طباق هادي غريلة لازم نكون ضامنا بليندلها الكسرة وقوت لكم شها من خطرة اللي يحب الكسرة يقول لي هو يديرها بلا ما يفق بلا ما يحس بلا ما يتعب هادي هي اللي بنات سنتونة إن شاء الله لفيديو تالي وتكون كانت خفيفة على قلوبكم كيما خفت قلوبكم انتو متانا إن شاء الله تعمل الفيدة على الجميع بهذا الفيديو إن شاء الله ربيطينا الصحة ضغط لمر الهنا سطيرة نحبكم بزاف ونحب نقرأ تعليقاتكم شجعوني في تعليقاتكم باش منطورش الغيبة لأنه حقيقة لما نقرأ تعليقاتكم ونشتكم نشوفكم مش حال يعني تشدوا في القناة وفي الفيديوهات أراني نتحفز باش نولي لكم يهملاني نسيناكم في تعليقاتكم تالي فر وحدكم سلام سلام ترجمة نانسي قنقر